عقب إقرار مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2018 بالأغلبية انفردت الحكومة باتخاذ قراراتها المتعلقة برفع الدعم عن استلعي والمنتجات المزيد في تقرير مرح مقداد فلنتابع عقب إقرار مجلس النواب على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2018 بالأغلبية ليكون بذلك قد وافق على ما تضمنته الموازنة من إجراءات جديدة خصوصا رفع الدعم عن الخبز وتوجيه دعم مباشر للمواطن هذا تحديدا ما جعل الحكومة اليوم في حالة تنفرد بقراراتها خاصة بعد أن أقرت الموازنة وخرجت من بين يدي وزير المالية والنواب وغادرت التحفظ ولمست الوجع الاقتصادي والمالي للدولة والناس واتجهت لأول مرة بصورة شفافة إلى الاعتماد على تعويض العجز باللجوء إلى جيوب المواطنين بحسب المراقبين حالة من الخوف تعتر الشارع الأردني وخذلان من قبل حكومتهم وبرلمانهم وتساؤلات عن حالة التجرؤ في رفع الدعم عن الخدمات بما فيها بعض السلع التي كان الاقتراب منها يعتبر في الماضي من الخطوط الحمراء وفي الوقت الذي تستثمر فيه الحكومة مساحة حريتها في اتخاذ القرار تخسر تماما في الشارع ويخسر معها مجلس النواب الذي لن يجد ملاذا من الفرار